بكرة منتخبنا شايف في التشكيلة اللي هتبقى مناسبة لبداية المباراة دي تكون ايه؟ انا من وجهة نظري يعني انت اكيد الكابتو حسام والجهاز المعاون معاه وجهاز التحليل هشوفوا الاجهز طبعا هشوفوا الاجهز من لعبتنا طبعا غير كده ان هو شاف الفرقة دي اكيد لهم موتشاط وتفرجوا عليها صحيح في فرقة تقدر تضغط عليها من الاول وفي فرقة ما ينفعش تضغط عليها تسيبهم يجي يعني على سبيل المثال مثلا ريال مدريد ما ينفعش تضغط عليها من فوق لانك لو ضغطت من فوق هيبقى فيه مساحات عندك وورا فيه مرسيوس و لدريجو و بلبردي و الناس بتجيب النهائي طول الشيط الاولاني دورتموند بتدافع في نصف ملعبها وبقدر يوصلوا للجود مجرد ما المدرب فكر ان هو يغير الشكل او التكتيج او الخطط بتاعته في الملعب تمع يعني شيري باول جود صح مفيش خمس ازاق شيري بالتاني صح ففرقة زي ريال مدريد ما ينفعش هضغط عليها ماشا نفس الكلام بوركينا فاسل لو هنفع ان انا هضغط عليهم من فوق وان هما مش يقدروا يطلعبوا الكرة يبقى لازم اعمل كده دي راجع للكاتم حسام والجهاز واللي شاف واللي شاف لو الفرقة دي اسيبها تيجي عشان افضل مساحات لمحمد صلاح لتريزيجي لمصطفى محمد لزيز والاماء يبقى لازم اسيبوا ييجي وابقى محضر نفسي كويس انها هعمل ايه خضر دك قلت نقطة مهمة جدا جدا وكثير من المشاهدين او الجماهير بيعضوا ينتقدوها احيانا انت بكرا ممكن تلعب قدام بوركينا وانت بتلعب في استاد الكاهرة وما فيش منع تسيب لهم الكرة عشان تعمل عليهم تحولات هجومية كويس خالص حيحنا بتفرج على الدولة الانجليزية ما الفرقة كلها بترجع لت نصف ملعب يعادي مش عايب مش عايب للعكس لما كان بيلعب مانشستر سيتي كان بيلعب بيلجع الورا كله كله يمكن الفرقة الوحيده اللي بتضغط على طول الضغط عالي هو سيتي بس بس لو الكرة عدت من الضغط العالي بتاعهم لو طلعت فيها مخاطرة كبيرة فيها مخاطرة كبيرة جدا عجوم بتاعهم صح فهي راجع للكابتون الحسام اتمنى طبعا انه بقى ياخد المبادرة ما نستناش نبقى رد فعلي يعني اتمنى بكرا ان شاء الله بس برضو ما نخطرش وما نستعجلش اكيد مش هتخطر اه يعني اكيد في تأمينات يعني انا صحيح بقى فيه حتة ضغط في الاول ان انا عايز اجيب جم بدري بس في نفس الوقت بقى مأمن الخطوط يعني الموضوع ما بقاش كله طالع وكله زى ما احنا بنقول هيا ع الفلاح هيا ومش عارف لا انت لازل تبقى مأمن نفسك كويس مين اللي بيهاجم وبيهاجم ازاي ومن اي ناحية ومن اللي بيقفل ومن اللي بيقفل ومن اللي بيجري كده يا